وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داء شكر وثناء على المملكة العربية السعودية والسبب في هذا الشكر والثناء أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام السبب الثاني لأنها مهبط الوحي وأرض الحرمين وبلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبلاد معظم أو كثير من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك لأنها الدولة القائمة على وجه الأرض اليوم التي تطبق شرع الله سبحانه وتعالى بالصورة الصحيحة رغم أن إيماننا بأنهم غير معصومين كغيرهم من باقي البشر وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم السبب الرابع لكثرة أعدائها وما عاداها أعداؤها إلا لأنها تقوم بأمر توحيد الله سبحانه وتعالى ذلك التوحيد الذي هو حق الله على العبيد كما جاء في الصحيحين من رواية معاذ بن جبر رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار اسمه عفير فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا الحديث في الصحيحين فقامت هذه المملكة بأمر توحيد الله سبحانه وتعالى وطبقت ذلك في نفسها أولا لا توجد في جميع أنحاء المملكة وثا واحد أو صنم أو قبر أو قبة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى ولله الحمد وهذا أعظم فضل على هؤلاء السعوديين أنهم راعوا نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا يزكى على الله أحد راعوا توحيد الله سبحانه وتعالى في بلادهم حيث أنهم يدرسون العقيدة الصحيحة الصافية المستقيمة الوسطية التي جاءت في الكتاب والسنة يدرسونها لأبنائهم وبناتهم منذ نعومة أصفارهم إلى أن يكبروا إلى الجامعات وإلى المعاهد والشهادات العليا كلهم يدرسون حق الله سبحانه وتعالى على عباده يدرسون التوحيد ويدرسون الشرك تبصيلا ولذلك أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه النعم الكبيرة التي لا ينكرها إلا مكابر ولا يجحدها إلا جاحد فكان الفضل من الله سبحانه وتعالى على أهل تلك المملكة حرسها الله سبحانه وتعالى بأن نشروا الخير في جميع العالم عربهم وعجمهم وزعوا المصاحف كما هو معلوم ومقروء ومشاهد لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي والعجمي مصحف الملك فهد الذي تطبعه مؤسسة أو دار الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف ويترجم هذا المصحف لجميع اللغات يترجم تفسير القرآن لجميع اللغات أو اللهجات في جميع أنحاء المعمورة لفضل الله سبحانه وتعالى حشان كده نحن والله بي نشكرهم على الكلام ده ولا نخشى في الحق لو متلائم العلمانين والصوفية والأخوان المسلمين البيجي يقول لك دارين يتاجروا دارين يشكروا نحن ربنا بيشهد من فوق سبع سماوات ما عندنا متاجرة أو مصلحة نبتغيها من أحد دي معلومة لازم تعرف لكن زيمة الصوفية بزك بعض الجهات التي تدعو إلى الشرك لأنهم يتفقون معهم في دعوة الشرك والعياذ بالله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله فنحن كذلك نزكي وندافع عن التوحيد وأهل التوحيد وزيمة العلمانين قاعدين يدافع عن اليهود وعن أعداء الإسلام وعن النصارى ويرفعوهم فوق نحن كذلك بندافع عن أهل التوحيد وحق لنا بل يجب علينا أن ندافع عن إخواننا من أهل التوحيد في تلك البلاد المباركة ويكفي جماعة إن فيها مكة قال الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنة الآيات دي براك فايا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وشوف بعدين ما يترك النازل معلم واحد من معالم الشرك في بلدهم إلا يزيلوا إلا يزيلوا شمعوا في الشجرة كان في نواحي مكة قريب قبل سنة ولا كذا كان في بعض الصوفية من بعض الدول في العالم لما نجو الحج أو العمر أو الزيارة للمملكة العربية السعودية ممشوا بيتبركوا بها فما كان من أمير مكة جزاو الله خير وحفظه الله إلا أرسل من أرسل وقطعا من جزوره حفاظا على التوحيد وهذا إن دل إنما يدل على حفاظهم على التوحيد وعلى اقتفائهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من رواية جرير بن عبد الله البجلي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة يعني قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان تعبان لأنه في مظهر واحد ظهر من مظاهر الشرك بالله ذو الخلصة أشكده قال لي ألا تريحني يعني كان تعبان ما قادر يرتاح النبي عليه الصلاة والسلام فنحسب هؤلاء سائرون على هذا الدرب بفضل الله سبحانه وتعالى يزيل أي معلم من معالم الشرك شكده ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم من الخيرات ولو أي مكان أو شعب في أي مكان من الأرض أو أي بقعة من الأرض في العالم دارين ربنا يفتح لهم المفروض يقتفوا الأثر ده سأل الأنبياء والمرسلين إنهم يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويزيل معالم الشرك أول حاجة في قلوبهم الكثير من الأماكن في العالم بل أماكن تعد يعني بلدان إسلامية فيها كم من القباب فيها كم من الأضرحة فيها كم من الأوثان يا أخي ناس عواليك وخوازيك يدفنوا من جوة جامعة يقول لك ولي صالح والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجب فأي شعب وأي مكان وأي مسلمين وأي بشر دارين ربنا يفتح لهم خير الدنيا والآخرة من السماء والأرض عليهم الله يوحد الله ويتق الله كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون كذلك من الخير في المملكة العربية السعودية الخير العظيم جدا الذي يشكرون عليه ويحمسون له ويرغبون فيه إن الحاكم الملك بتاعهم حفظه الله تعالى كل أسبوع كل أسبوع بيعقى الجلسة أسبوعية في كل أسبوع عن يمين المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه عالم من علماء الأرض وعلماء الأمة وعن يسار وعن شماله سماحة الشيخ معالي الدكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى كل أسبوع هذا خير ولا ما خير حكام يقرب العلماء ويكرم العلماء ويمجد العلم حتى فتاوى حتى الكتب بتاعت العلماء منذ قديم الزمان من عهد السلف الكتب اللي انتشرت من كتب السلف القدامى الآن هم أكثر ناس في العالم بيطبعوها وبوزعوها جميعاً حال العالم بمختلف اللغات شوف فتاوى مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية 37 مجلد كبير في التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الولوهية وتوحيد الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي الفغه الصيام الصلاة 37 مجلد في كل الدين من الطبعو؟ من الجمعو؟ هم أمراء وحكام المملكة العربية السعودية رغم أننا والله ما بندعي في أحد فيهم العصمة أبداً لكن بنشكرهم وإن رغمت أنوف وآخر حاجة الآن شوف في موضوع كورونا ذا؟ أن هذا الأثبت للعالم أجمع إن الإسلام هو الأصل وهو الحل الوحيد لجميع البشرية في جميع أنحاء العالم والمعمورة إنهم الناس يسلموا عملوا الناس بسماحة الإسلام المرضى المرضى على يوم المريض السعودي والمريض المقيم الأجنب الماء السعودي والمريض بالكورونا المخالف للنظام السعودي كلهم بيعالج مجاناً بل بيصرف للواحد كما روي لنا ورأينا في وسائل التواصل الوجبة الوحدة اللي بيأكل في الحجر الصحي وجبة واحدة للشخص الواحد ما تعادل أربعمية بأربعمية ريال سعودي مقيمة بأفخم وجبة في العالم تقدم مجاناً وكثير من دول الكفر والإلحاد ما بيدعموك لا مش في الأكل بس لا في الأكل لا في العلاق لا في السرير لا في الدواء لا في كل شيء فيشكر على هذا العمل العظيم وده مثال ونموزج للإسلام ونموزج حي للإسلام ولدولة الإسلام الراسخة ممازل البطعن فيها من جماعة الإخوان المسلمين ناس عبد الحي وناس محمد عبد الكريم وعبد الحي يوسف والعواليك التابعين ليه الخوارج والحزبيين والدواعش دل بيسبوا في المملكة لأنهم دارين يحكموا المملكة عفهموا الكلام دا يقول لهم الله عمولوا حفلة يقوم يكبروا عليك معينهم بيمجدوا في أماكن وفي مناطق مش في حفلة فيها كفر شرك بالله عديل فديل ديل ما لكم كيف تحكمون نقول لهم لكن ديل أصلا ديل بشر من حسالة البشر جماعة الإخوان المسلمين وهؤلاء الخوارج بطعنوا والله في الدولة دي لأنها دولة التوحيد الطعن فيها طعن عقدي ما بيطعنوا فيها لأنها بس دي السعودية لا لأنهم أعداء للعقيدة التوحيد بتحرس وتحميها بعد فضل الله المملكة العربية السعودية وكذلك الحج والعمر وغير وأشياء لا تعد ولا تحصر فنشكرهم جزيل الشكر ونشكر كذلك الملك للمملكة العربية السعودية الملك سلمان حفظه الله ورعاه وولي عهد محمد بن سلمان نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم لما فيه الخير والصلاح ونصرة الإسلام والمسلمين في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم وكذلك نشكر معالي الشيخ الدكتور وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الدكتور الشيخ عبداللطيف أهل الشيخ الذي كان وما زال غصة في حلوق الإخوان المسلمين وجميع أعداء الدين وقد أصلح ما أصلح وقد رأى الناس ذلك بأم أعينهم ما لا ينكر بل يشكر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يوفقهم جميعا لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم شكرا للمشاهدة